موسيقى في اخبار الاقتصاد علنا مجلس وزراءنا الحكومة تسعى الاستراد كميات اضافية من الوقود لبناء مخزون استراتيجي بهدف تغطية احتياجات البلاد أثناء التوقف الجزئي لمصفات الجيل لصيانتها في الفترة من فبراير وحتى أبريل 2020 ووضح المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء أن المجلس استمع خلال جلسته لتقرير حول موقف امدادات الوقود قدمه وزير الطاقة والتعديل ورئيس اللجنة الوزرية لمتابعة موقف امدادات الوقود عادل علي إبراهيم حيث اطمأن خلاله المجلس على الترتيبات الجارية لاستراد تلك الكميات كما استمع المجلس إلى تقرير حول موقف امداد الدقيق والدواء ووجه وزارة المالية بضرورة الإسرائي في توفير كافة الاحتياجات من النقد الأجنبي لاستراد الدواء الذي يفي المخزون الحالي منه لثلاثة أشهر كما استعرض المجلس تقريرا للجنة الوزرية لدراسة موقف المواصلات العامة والذي تضمن تنفيذ الحلول المؤقتة وخطط الحلول الاستراتيجي على المدى البعيد لأزمة المواصلة أعلن وكيل وزارة الزراعة عبدالقادر تركاوي اتجاه وزارته للتوسعي في إنتاج الأرز بالبلاد لتقطية الاستهلاك المحلي وكان وكيل زراعة يتحدث بمحطة البحوث الزراعية بولاية النيل الأبيض ضمن احتفال الهيئة بيوم حق لإكثار تقاوى الأرز بحضور والي النيل الأبيض اللواء الركن حيدر علي طريفي وتوقع وكيل وزارة الزراعة الاتحادية أن يسهم إنتاج البذور في زيادة الإنتاجية وكشفان الحاجة الفعلية لمحصول الأرز بالسودان هي خمسون ألف طن والإنتاج المحلي يغطي خمسة بالمئة من حجم الطلب المحلي مؤكدا استمرار عمليات الشراكة لتطوير زراعة الأرز امتدح وكيل وزارة الصناعة محمد علي عبدالله الدور المتعظم الذي تطلع به السوق الأفريقية المشتركة لدول الشرقي وجنوب إفريقيا الكوميسا في خدمة دول المنطقة الأعضاء خاصة السودان واكد الوكيل لدى ترأسه اجتماع اللجرة الوطنية للكوميسا للتحضير لاستضافة السودان للقمة أكد استفادة السودان من موارد الكوميسا عبر مشروعات التكامل الإقليمي والذي تم تمويله بما يصل إلى مليون ومئة وخمسين ألف يورو بجانبي المشروع الكبير الذي تنفذه الكوميسا بالسودان مشروع بناء القدرات الإنتاجية والمؤسسية والذي تم تمويله بما يصل إلى 2.2 مليون يورو خدمة وتنفيذا للبرامج التي تقدم الاقتصاد والتبادل التجاري والصراعي بين السودان والدول الأعضاء وعلى المستويين الإقليمي والدولي وأمر الاتماع على معالجة كافة مشاكل الإنتاج للخروج بها للأسواق الخارجية ترجمة نانسي قنقر